العزة السامنة خلال من يفيد ماء الروح الكدس الحي يحنى الإصحوح السابع الآية السابعة والثلاثون إلى السابنة والثلاثون وفي اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع وناد قائلا إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب من آمن به كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي الماء الحي للروح الكدس يفيد من كلوب المؤمنين بالبشارة الحسنة يقول يحنى الإصحوح السابع الآية السامنة والثلاثون من آمن به كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي هذا يعني أن هناك خلاص وغفران حقيقين للذين يؤمنون بالبشارة الحسنة التي وهبها الله لنا متى يحدث سكن الروح الكدس يمكن الحصول على سكن الروح الكدس عندما يسمع الإنسان ويؤمن بالبشارة الحقيقية التي تقول أن يسوع المسيح رفع كل خطايا العالم من خلال معموديته من يحنى عند إذن يستطيع الإنسان أن يشرب من الماء الحي الذي للروح الكدس الذين يؤمنون بالبشارة الحسنة ينايلون سكن الروح الكدس ويمكنهم أن يغتبروا الماء الروحي الحي وهو يفيد متجددا ويرطب كلوبهم الجفة كلما يبشرون بكلمة الله أو يسمعونها ينبع ماء الروح الكدس الحي من كلوب الذين يؤمنون ببشارة الماء والروح التي تقول أن الرب جاء إلى هذا العالم لكي يخلص كل الخطاة من خطاياهم فالروح الكدس هو الحق الذي لا يمكن أن ينفصل عن بشارة الماء والروح وهو يستريح في المؤمنين بكلمة الله كل من يريد أن يشرب من ماء الروح الكدس الحي يجب أن ينال مغفرة جميع خطاياه بالإيمان بالبشارة الحسنة بمعمودية يسوع ودمه على الصليب هذا الماء الحي الذي للروح الكدس يوجد في قلوب المؤمنين بكلمة الله فالذين يؤمنون ببشارة الماء والروح يأخذون ماء الروح الكدس الحي الذي يفيد كنهر متدفق في قلوبهم حتى في هذه اللحظة الماء الحي الذي للروح الكدس يتدفق ينبع ماءه في قلوب الذين نالوا مغفرة خطاياهم بالإيمان بالبشارة الحسنة بمعمودية يسوع ودمه المسفوق على الصليب ولكن حتى نقطة واحدة من ماء الروح الكدس الحي لن تفيد من قلوب الذين لا يؤمنون ببشارة الحق الحسنة هذه لم يكن لدي نقطة واحدة من الماء الروح الحي تفيد من قلبي حتى أمنت واعترفت ببشارة الماء والروح مع أنني في ذلك الوقت كنت أمن بشدة بيسوع المسيح إلا أنني لم أعرف أهمية ماء الروح الكدس لأنني لم أنل الروح الكدس في قلبي أما الآن لدي بشارة الماء والروح وماء الروح الكدس الحي يفيد بحرية من قلبي الآن يفيد ماء الروح القدس الحي من قلبي ومن قلوب الذين يسمعون كلمة الله ويؤمنون بها كما قال يسوع إن عطش أحد فليقبل إليه ويشرب فإن ماء الروح القدس الحي ينعش الآخرين من خلال المسيحيين المولودين ثانيا الذين يؤمنون بالبشرة الحسنة للماء والروح يفيد الماء الحي من قلبي وكذلك إيماني ببشرة الماء والروح حتى في هذه اللحظة سأمحى للآخرين أن يشربوا منه يدعى الله ماء الروح القدس الحي يفيد من قلبي كنهر هذا الأمر مألوف فقط للذين لديهم سكن الروح القدس كما هو مكتوب في صفر الرؤية أنه لا أحد يعرف سوى الذين نالوا إذ أن سكن الروح القدس والماء الحي سر لا يعرفه إلا الذين يعرفون بشرة الماء والروح الحسنة يؤمنون بها لذلك ينبغي أن تعرف في من يسكن الروح القدس ينبغي أن تعرف أن سكن الروح القدس يعتفقت للذين يؤمنون بإنجيل يسوع اعتدت أن أؤمن فقط بالدم المسفوك على الصليب مع أنني كنت أؤمن بدم يسوع على الصليب لما يزيد على العشرة سنوات فإن الخطيئة كانت لا تزال في قلبي في ذلك الوقت كان إيماني أن خطيئي قد غفرت فقط بواسطة دم يسوع لكن لم أقدر أن أنال الغفران التام للخطيئة ولا سكن الروح القدس بواسطة هذا النوع من الإيمان كان في حياتي الحيرة والفراغ فقط كان ذهابي إلى الكنيسة هو العلامة الوحيدة التي تبين إيماني بيسوع حدث ذلك عندما بدأت أعيد النظر في إيماني هل أنا حقا قبلت الروح القدس عندما كنت حديث العهد في إيماني بيسوع كان قلبي منفعلا بالحب نحوه وكان لدي حتى موهبة التكلم بألسنة ولكن كيف كان حيلي أدركت أن خبرة العواطف المرتهبة هذه لم تكن دليلا على سكن الروح القدس وأنني لم أني للروح القدس على الإطلاق أمنت بيسوع لكن لم يكن في قلبي الروح القدس وماء الروح القدس الحي لم يكن مهما إذا كان قلبي حارا أو باردا لأن إيماني كان مبنيا على الكالفينية كان يجب فعلا أن أجيبه على الأسئلة التالية أولا هل الروح القدس يسكن فيي لا أنا غير متأكد من أنه في ثانيا هل يوجد فيي خطية نعم يوجد كان هناك بلا شك خطية في أنزاك برغم من إيماني بدم يسوع المسفوق على الصليب كانت لا تزال الخطية في قلبي مع أني أمنت بيسوع وقدمت صلاة التوبة كل يوم لم أتطهر أبدا من الخطية التي في قلبي مهما حاولت بشدة كيف يمكن أن أنيل سكن الروح القدس كيف أطهر قلبي من الخطية كانت هتين المشكلتين المزعجتين الهتين كنت أفكر بهم حتى لما أمنت بيسوع كنت أتكلم بأرسنة بعدما أمنت بيسوع وقد أمنت أيضا أن الخطيات تطهر بفضل إيماني بدم يسوع لكن بمرور الوقت ترقمت الخطية أكثر فأكثر في قلبي تشبعت بالخطية لم تستطع صلوات التوبة أو الصوم أن تمحوا الخطايا من قلبي طالما كنت أتكل على دم يسوع وحده اتربت زمنا طويلا بسبب خطياتي الفعلية كان كلما زاد الترابي زادت حدة تبشير للآخرين برسالة يسوع حتى أنه زادت موازبتي على الكنيسة أكثر وقرست نفسي لخدمة يسوع متكلا على دمه لكن في ذلك الوقت كانت الخطايا الفعلية الساكنة في قلبي تمنعني عن اقتناء الإيمان الصحيح كان من الصعب أن أؤمن بيسوع أكثر من أي وقت مضى حاولت أن أتكل أكثر على دم يسوع وأبزل أقصى ما في وسعي وقرست نفسي لله أكثر لكن الفراغ الذي في قلبي زاد اتساعا هذا النوع من الإيمان جعلني أشعر بالفراغ والخبول وحاولني إلى مسيحي مرائي منافق يهتم فقط بالمظاهر الخارجية كنت أقول لنفسي إن الإيمان بيسوع هكذا عنده كل الناس وليس أنا فقط حاولت أن أنكر أنني قد دللت الإيمان لكن لم يستطع دم يسوع وصلاة التوبة أن توزيل كل خطايا الفعلية إذن ما الإيمان الذي يستطيع أن يمحو خطايا الفعلية يمكن أن تمحي خطايا الفعلية من خلال إيماني بأن كل خطاياي قد انتقلت إلى يسوع عندما اعتمد في نهر الأردن هذا ما هو مكتوب في متة الإصحاح الثالث الآية الثالثة عشر إلى السابعة عشر لكن لماذا تمحي خطايا الفعلية بدم يسوع لم أكن أعرف البشارة الحسنة أو أؤمن بها وهي التي تحتوي معنى معمودية يسوع ليسوع معمودية يحنى ليسوع هل يعني هذا أن كل خطايا العالم قد محيت بواسطة معمودية يسوع نعم هذا حقيقي يشهد كتاب مقدس لهذا قائلا إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله يحنى الإصحاح الثالث الآية الثالثة إلى الخامسة أتى يسوع إلى هذا العالم وحمل كل خطايا العالم من خلال معموديته من يحنى كنت لأزال متشككا في هذا وقارنته بين العهدين القديم والجديد لأتبين هذا كانت النتيجة أنني اكتشفت أن ذلك كان صحيحا بالفعل فكل خطايا العالم انتقلت إلى يسوع عندما تعمد وكل خطايا أيضا انتقلت إليه في ذلك الوقت لقد تقدسته من خلال إيماني بهذه الكلمات بدأت أدرك أن هذه هي كلمة الحق كما هي مكتوبة في الكتاب المقدس وأنها أجمل بشورة في العالم وبالإضافة إلى ذلك أدركت السبب الذي لأجله لم تمحي خطاياي بواسطة إيماني بدم يسوع وحده وكان السبب أنني لم أقدر أن أنقل خطاياي الفعلية إلى يسوع حيث لم أكن أعرف حقيقة معموديتي في نهر الأردن وفي النهاية قابلت الحقيقة علمت أن يسوع أتى إلى هذا العالم من أجلي وأنه رفع كل خطايا العالم بواسطة معموديته ثم صلب ليعتكن من كل خطايا العالم علمت أيضا وأمنت بحقيقة أن الغرض من معموديت يسوع ودمه على الصليب كان لرفع جميع خطايا العالم الآن أنا بار بفضل إيماني بالبشارة الحسنة التي أعطاها لنا يسوع ولكن كل خطاياي كتغفرت لم تكن عقائد الكنيسة التي محت خطاياي بل معموديت يسوع ودمه على الصليب هما اللي زينف على هذا هذه الحقيقة كانت في البشارة الحسنة لقد خلصت من كل خطاياي وصرت بارا ليس بواسطة إيماني بدم يسوع وحده ولكن من خلال إيماني بأن معموديت يسوع ودمه على الصليب هما لأجل خلاصي شيئا آخر أريد أن أقدم الشكر من أجله هو أن روح الله الكدوس حل عليها بعدما بدأت أؤمن بالبشارة الحسنة الآن يسكن في الروح الكدوس وكذلك كلمات يحنى المعمدين من يحنى ودمه على الصليب شكرا للرب الذي أعطاني هذه البشارة الحسنة وسمح لي أن أبشر بنفس الإيمان الذي بشر به رسل يسوع وهباني الروح الروح الرب الروح الكدوس مع أنني لم أفعل إلا شيئا واحدا هو إيماني بالبشارة الحسنة أستطيع الآن أن أوصل هذه الرسالة ولي عظيم الشرق الشرف واليقين إلى كل الناس في العالم بالتأكيد أقدر أن أخبرهم أن الإيمان بدم يسوع وحده لن يمحي كل خطاياهم لكن أستطيع أن أقول لهم أن كل خطاياهم سوف تمحي بالتأكيد فقط إذا آمنوا بالبشارة الحسنة التي تخبر عن معمودية يسوع من يحنى وعن دمه المسفوك وعلى الصليب ليس لدي حتى أدنى خجل أمام الله وأنا أبشر بهذه البشارة الحسنة أستطيع أن أكرز الآن بكل شرف بهذه البشارة الحسنة بالميلاد الثاني من الماء والروح لجميع الناس في العالم أشكر الرب الذي سمح لي أن أشرب من ماء الروح الكدس بأن وهبني بشارة الماء والروح الفحوص تكشف أن البشارة الحقيقية هي بشارة الماء والروح هنلت فعلا غفران خطيق وسكن الروح الكدس كيف تعرف أن البشارة حقيقية أفعلا أم لا زيت مرة أجريت اختبارات على الأشخاص المقبلين على الإيمان بالبشارة الحسنة التي وهبها لنا يسوع قمت بكرازة أحد الأشخاص برسالة دم يسوع على الصليب فقط أخبرته أيضا أنه لا يجب أن يكون هناك خطيق في يسوع المسيح وعط شخصا آخر بالبشارة الحسنة بمعمودية يسوع من يحنة وبموتيه على الصليب جاءت النتيجة بأن الشخص الذي نال مخفرة خطيقه بواسدة الإيمان فقط بدم يسوع قال إنه يحتاج أن يحصل باستمرار على مخفرة لخطيقه الفعلية أما الشخص الذي آمن بالبشارة الحسنة بمعمودية يسوع ودمه قال إنه أصبح إنسانا كاملا بلا خطيقه قال إنه لا توجد خطيقه في قلبه لأنه آمن بحقيقة أن يسوع رفع كل خطيقه ونال العقوبة من أجلها كان قادرا أن ينال الروح الكدس من الله لأنه آمن بالبشارة الحسنة التي تقول أن معمودية يسوع من يحنى طهرت جميع خطايا العالم السبب الذي من أجله استطاع هذا الشخص أن يقول أنه لم يعد في قلبه خطيقه هو لأنه نال الروح الكدس في قلبه بواسدة إيمانه بالبشارة الحسنة أعطاه الروح الكدس اليقين بأن يقول إنه بلا خطيقه في قلبه الله يعطي سكن الروح الكدس لكل الذين يؤمنون بمعمودية يسوع من يحنى ودمه المسفوق على الصليب فيمكن يسكن الروح الكدس في من يسكن الروح الكدس يعطي الروح الكدس كهبل الذين يؤمنون بالبشارة الحسنة بمعمودية يسوع من يحنى ودمه على الصليب أساء الناس فهم حقيقة قبول الروح الكدس وأهملوا البشارة الحسنة بسبب نظرتهم السطحية لظاهرة يوم الخمسين يعتقد الناس أنهم إذا صلوا بلجاجة وطلبوا الروح الكدس سوف يقدرون أن ينالوا سكن الروح الكدس لم يكن لدي المسيحيين في جميع أنحاء العالم لمدة طويلة أدنى فكرة عن الحقيقة التي تقول أن الشخص يستطيع أن ينال الروح الكدس بالإيمان فقط بالبشارة الحسنة بمعمودية يسوع ودمه لكن الآن خدام كثيرون لله والذين نالوا سكن الروح الكدس بواسطة إيمانهم ببشارة الماء والروح بشروا بالإنجيل بمعونة الروح الكدس نتيجة لذلك تعلم الكثيرون من جميع أنحاء العالم أن يقبلوا البشارة الحسنة وأن ينالوا سكن الروح الكدس يسمح الله للذين يؤمنون بهذه البشارة الحسنة أن يختبروا سكن الروح الكدس يقول الكتاب المقدس يقول الله ويكون في الأيام الأخيرة أني أسكب من روحي أعمال الإصحاح الثاني الآية السابعة السابعة عشر لكن يجب أن يعرف الشخص أن محاولة نوال سكن الروح الكدس بدون معرفة البشارة الحسنة أمر خاطئ ليس هناك طريق آخر لنوال سكن الروح الكدس سوى الإيمان بمعمودية يسوع من يحنى ودمه على الصليب بما أن الله يقول الشخص يستطيع أن يدخل ملكوت السماوات فقط عندما يولد ثانيا من الماء والروح وأن المولودين ثانيا هم فقط من لديهم هبة الروح الكدس فليس هناك شك في أن كل شخص يحتاج إلى سكن الروح الكدس لكي يدخل ملكوت السماوات كيف تفكر في نوال الروح الكدس أو دخول ملكوت السماوات بدون الإيمان بالبشارة الحسنة للماء والروح ليس هناك طريق آخر للسماء سوى عن طريق الإيمان بالبشارة الحسنة يمكنك أن تنال الروح الكدس من خلال الإيمان فقط ببشارة معمودية يسوع ودمه فكما ندفع ماله عندما نشتري شيئا هكذا ننال سكن الروح الكدس عندما نؤمن بالبشارة الحسنة أريد أن أخبرك أنه إذا أردت حقا أن تنال سكن الروح الكدس فيجب عليك أولا أن تعرف بشارة الماء والروح وأن تؤمن بها عندئذ سوف تختبر نوال الروح الكدس يمكنك أن تنال سكن الروح الكدس فقط بواسطة الإيمان بالبشارة الحسنة للماء والروح الله يريد أن يهبك سكن الروح الكدس أنا أؤمن بالبشارة الحسنة وكلما يمر الزمن يقوى شعوري بأن البشارة الحسنة التي وهبها الله لي أجمل وأغلى شيء في العالم أشعر بالإمتنان لله هل لك نفس الشعور نحن ندرك أن الذين نالوا منا الروح الكدس قد باركهم الله بارك عظيمة وقدم لك الرسالة التي تبين لك كيف يمكن أن تنال سكن الروح الكدس بواسطة الإيمان بالبشارة الحسنة يستطيع الناس أن يؤهلوا أنفسهم لنوال سكن الروح الكدس فقط من خلال قبول هذه البشارة المباركة للميلاد الثاني من الماء والروح يقول يسوع في يحن الإصحاح السابع الآية الثامنة والثلاثون من آمن به كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي هذا يعني أن الذين ينالون مخفرة جميع خطيائهم بواسطة الإيمان بالبشارة الحسنة التي أعطاها لهم يسوع المسيح ينالون سكن الروح الكدس وصوف يفيد ماء الروح الكدس الحي من كلبهم مثل نهر أن الذين يؤمنون بهذه البشارة الحسنة سوف يختبرون جريان المياه الحية الروحية بالرغم من أنني كنت مؤمنا مخلصا بيسوع قبل أن أولت ثانيا بواسطة بشارة الماء والروح فلم يفضي من قلبي ماء الروح الكدس الحي لكن بعدما أخذت أؤمن بالبشارة الحسنة للماء والروح بدأ الماء الحي يفيد من قلبي دون عائق تماما كما هو مكتوب في الكتاب المقدس وحتى في هذه اللحظة فإن ماء الروح الكدس يفيد مع بشارة الماء والروح التي وهبها الله لي ماء الروح الكدس يفيد بغزارة في قلبي على مدار العام بدأت أعمل أعمال شخصا مبشرا كارزا بالبشارة الحسنة بعد أن نلت سكن الروح الكدس اعترافي بالإيمان بعد أن أمنت بالبشارة الحسنة ونلت سكن الروح الكدس كان ذلك قبل نهاية الخريف في أولي العشرينات من عمري ذلك الخريف بشكل خاص يجعلني أفكر في حتمية موتي اتسمت حياتي في تلك السنة بالارتباك الفراغ والظلام نتيجة الخطايا التي في قلبي كنت أسير في الطريق الخاطئ ولم يكن لدي فكرة أي طريق أصلك كأن جسدي يمرض في الوقت الذي كان الفراغ يتنامى في قلبي بسبب خطايي كنت في يأس شديد ولم أكن حتى متأكد من السبب لم يكن أمامي خيار آخر سوى أن أنتظر دينونة الله عند النهاية المفاجئة لحياتي وأنا أتوسل من أجل مخفرة خطايي كنت أصلي وأصلي يا رب أريد أن أنال غفران خطايي من خلال إيماني بك قبل أن أموت من فضلك أيضا اشفني من الأمراض التي في جسدي حينئذ فقط بدأ أمل جديد يتدفق من أعماق قلب اليائس امتلأ قلب ملتهب ككرة من نار بالشوك إلى الله لم يكن اليأس بل الأمل الجديد الذي كان يدرم في قلبي مثل نار متأججة من ذلك اليوم بدأت حياة دينية جديدة مؤمنا أن يسوع ميت على الصليب ليخلصني من خطايي بعدها بفترة قصيرة اختبرت التكلم بألسنة بعدها كنت أزرف الدموع باستمرار كلما فكرت في الدم الذي سفكه يسوع على الصليب كنت أشكره أنه سفك دمه على الصليب من أجلي بعد ذلك الحدث هجرت حياتي القديمة وحصلت على وظيفة جديدة سمحت لي أن أحفظ يوم الأحد وأقدسه لذلك الوقت كان قلبي يمتلأ بالحب اليسوع ويفيد بامتنان لا نهاية له كلما كنت أفكر بأن يسوع سفك دمه على الصليب ليخلصني من خطايي أخذت حياتي الروحية تنمو لكنها اعتمدت فقط على خلماته يدم يسوع على الصليب ولكن بمرور الوقت بدأت حياتي الروحية تصاب بالمعاناة بسبب ضعفاتي وخطايي الفعلية كل خطايي الفعلية لم تمحي تماما لأنني كنت أؤمن بدم يسوع على الصليب فقط حاولت أن أمحي خطايي الفعلية من خلال الصلوات التوبة لكن الصلوات التي قدمتها على أمل لن أنيل غفران الله لم تستطع أن تمحي خطايي الفعلية تماما كان سبب كل ذلك هو أنني لم أحفظ شرائع الله فأخذت خطايي تتراقم برغم من أن خطايي لم تمحي تماما من خلال صلوات التوبة فلم يكن أمامي خيار سوى أن أستمر في ترديد هذه الصلوات كنت أؤمن أن كل مرة أخطأ فيها يمكنني أن أتطهر من خطايي خلال صلوات التوبة عن طريق التفكير في دم يسوع على الصليب كلما استمررت في حياتي الروحية كلما ترقمت خطايي نتيجة ضعفاتي بسبب هذه الخطايا كانت ألامي تزيد فحسب أصبحت مسيحيا فرسيا وتم تعييني شماسا ثم بعدها مبشرا بالرغم سوك الخطايي خرجت أبشر بالإنجيل كلما كنت أشعر بألم خطايي الفعلية معتكدا أن هذه الطريقة الوحيدة التي أطاهر بها نفسي لكن خطايي الفعلية لم تمحي بواسدة هذا الإيمان الذي يعتمد على العقيدة وبذل الزيت لقد اختبرت حتى الوقوع في يد الشيطان وقعته في الإيدينا بسبب خطايي الفعلية حتى تمنيت الموت العاجل من أجل زنوبي ظل الشيطان يدينني ويعذبني بخطيتي أنت أخطأت أليس كذلك؟ كان إيماني على حفة الإنهيار أدربت أنه ليس في استطاعاتي أن أتطهر من خطايي الفعلية بواسدة الإيمان بدم يسوع وصلوات التوبة وحدها وفي النهاية وجدت نفسي في حالة أصبت بالإحباط أصبحت مهتما بسبب معمودية يسوع من يحنى وذلك خلال دراساتي للكالفينية في كلية اللاهوت سألت أساتذة كثيرون عن سبب معمودية يسوع المسيح من يحنى في نهر الأردن لكن إجابتهم كانت نمطية على سبيل المثال تعمد يسوع ليظهر توضعه أو ليعلن أنه ابن الله ولكن هذه الإجابات لم تكن كافية لتشبع في دولي حقيقة معمودية يسوع من يحنى قادتني للتعرف على البشارة الحسنى وبعد فترة الدراسة في كلية اللاهوت كانت لا تزال خطايي غير ممحوة وقصيت من سكلها أكثر من أي وقت مضى وفي أحد الأيام بدأت أفهم لماذا اعتمد يسوع ولماذا قال أن كل البر سوف يتمم من خلال هذا العمل كانت البشارة الحسنى هي التي قالت عن كل خطايي انتقلت إلى يسوع خلال معمودية في نهر الأردن أعناني الله أن أدرك النهيز الحق من خلال كلمتي المكتوبة بعد كراءتي مرة تل الأخرى لكلمة الله التي تسجل البشارة الحسنى تعرفت أخيرا على حقيقة أن كل خطايي انتقلت إلى يسوع خلال معمودية من يحنى وأنه حكم من أجلها على الصليب كان هذا عندما أدركت أنني نلت حقا سكن الروح القدس كل الخطايا التي في قلبي غفرت تماما بعدما فهمت هذه البشارة الحسنى وأمنت بها لقد انمحت تماما الخطايا التي أغرقتني في اليأس والإحباط بفعل قوة البشارة الحسنى تلك الخطايا التي لم تمحي أبدا بالرغم من بزل الزيت اللي متناهي وصلوات التوبة قد تلاشت في الحال أشكر الرب من كل قلبي بالحق أقول أن كل خطايا العالم لا يمكن أن تمحي بواسطة دم يسوع على الصليب فقط معمودية يسوع من يحنى أدت أيضا لغفران الخطايا الآن ينبغي على كل إنسان أن يفهم ويؤمن بأن كل خطايا قد أزيلت بفضل البشارة الحسنى للماء والروح إن الروح الكدس يسكن في عمق قلبي لأنني أؤمن بالبشارة الحسنى للماء والروح وكلمة شهادة الله التي شاهد بها لابنه جانت كافية لتطرد جميع الخطايا من قلبي لقد قبلت الروح الكدس مثل حميمة وذلك نتيجة لإيماني بالبشارة الحسنى ومن ذلك اليوم والروح الكدس يعمل في قلبي يمكن من القيام بأعمالي الروحية أي بالكرازة بالبشارة الحسنى ليتوجد خطيئة لأنه في قلبي فإن معمودية يسوع من يحنى ودميه على الصليب شهد بمخفرة خطايي وقادني إلى نوال سكن الروح الكدس حليل يا شكرا للرب حل الروح الكدس علي في هدوء مثل حميمة وبدأ يسكن في من اليوم الذي أمنت فيه ببشارة الماء والروح بدأ يعمل في قلبي أحيانا مثل حميمة وفي أحيانا أخرى مثل فرن صهر الحديد يمكنك أنت أيضا أن تنال سكن الروح الكدس إذا قابلت البشارة الحسنى للماء والروح وأمنت بها ألا تريد أن تنال الروح الكدس وتمجد الرب معي بالإيمان بالبشارة الحسنة للماء والروح ألا تريد أن تعمل معي في الكرازة بالبشارة الحسنة للماء والروح لكل العالم فالبشارة الحسنة للماء والروح سوف تقدسك وتهبك سكن الروح القدس فإن بر الله مولن في الإنجيل بإيمان لإيمان ذلك هو السبب الذي من أجله يعطى سكن الروح القدس فقط بواسطة الإيمان بالبشارة الحسنة للماء والروح الأشياء العجيبة التي فعلها الروح القدس لأجلي بعد أن نلت سكن الروح القدس بدأت العمل في كنيسة جديدة لكي أبشر بالبشارة الحسنة مكنني الروح القدس أن أبشر بالبشارة الحسنة بقوة حدث في ذلك الوقت في المدينة التي كنت أسكن فيها إن كان هناك ترزي يتعامل مع زبائن أجانب كان هذا الشخص شميسا زيت مرة توقف عند فندق محلي ليكون بعمل لأحد الأشخاص ورأى أحد مرسقاتنا هناك جذبته الدعوة في حاول الارتصال به قابلني وقال لي أنه يعيش في الخطيئة منذ زمن طويل بعد أن قدمت له المشورة لمدة خمسة ساعات عن بشارة الماء والروح تعرف أخيرا على حقيقة غفران الخطايا فنال الميلاد الثاني ونال أيضا سكن الروح القدس في ذلك الوقت إليك قصة أخرى حدثت عندما خرجت لأبحث عن مبنى الكنيسة وجدت مبنى جميلا وواسعا لكن وقتها لم يكن لدي مال كافي حتى أستأجره كمبنى لكنيستنا بدأ لي أنه من المستحيل أن أستأجر المبنى إذا كان العجز كبيرا في تقديري لكن الروح القدس قول في داخلي تشدد وتشجع وبكل دهشة استطعت أن أحصل على مبنى الكنيسة وأقوم بعمل الله بفضل معونة الروح القدس من ذلك الوقت جعلني الروح القدس أكرز بالبشارة الحسنة للماء والروح والروح القدس الساكن في قلبي معي حتى في هذه اللحظة ويلح علي أن أكرز بالبشارة الحسنة لجميع الناس وأن أرى الذين يسمعون هذه البشارة الحسنة ويؤمنون بها وهم ينالون سكن الروح القدس أشكر الروح القدس الذي أعطاني القدرة على الكرازة بهذه البشارة الحسنة أعلم أن حتى كل عمري لن يكفي للكتابة عن كل الأشياء التي فعلها الروح القدس من أجلي فهو يجعلني أحيا بالماء الحي الذي يفيده من قلبي بلعائك شكرا له ذلك الذي يسكن فيه الروح القدس أسس الكنيسة التي تسلك معه خلال بشارة الماء والروح زيت مرة ذهبت إلى البرية لأكرز بالبشارة الحسنة قادني الرب وقتها إلى مدينة صغيرة حيث قابلت جماعة صغيرة من الناس كانت تبحث عن الله قادني الرب لأبشرهم بالبشارة الحسنة التي جعلتهم ينالون سكن الروح القدس لقد نالوا أيضا الروح القدس لما سمعوا البشارة الحسنة وأمانوا بها قادهم الروح القدس حتى صاروا مساعدين لي وصرت أكرز معهم بهذه البشارة الحسنة للعالم أجمع من ذلك الوقت كانوا في ذلك الوقت مجرد مجموعة صغيرة لا ينتمون إلى أي طائفة دينية أرادت هذه المجموعة أن تعيشوا بحسب وصايا الله لكن كانوا قد اعتادوا أن يصرخوا إلى الله باللجاجة حتى يخفر لهم خطاياهم بسبب معمودياتهم للخطايا لقد قادني الروح القدس إلى هذه المجموعة وحسني على أن أبشرهم بهذه البشارة الحسنة أدركت أن الروح القدس قد دبر أن نتقابل معا قادني الله إلى أن أبشر بالبشارة الحسنة للماء والروح بدءا من نظام الزبائح كما هو مكتوب في سفر اللوين ونالت المجموعة الروح القدس من خلال كلمات البشارة الحسنة لقد أسس الله كنيسة الروح القدس ومعها المؤمنين بالبشارة الحسنة وقد عينهم الروح القدس تلميذ ليسوع بواسطة البشارة الحسنة المزيد والمزيد من الخراف أخذوا ينايلون الروح القدس ويدخلون الكنيسة الآن قادني الروح القدس إلى أن أنشئ مدرسة إرسالية وأقيم تلميذ وأعنني أن أعلم كلمة الله للناس والسعيدهم أن يتعلموا أن يطيعوا بالإيمان وأن يخدموا كفعلة الله لقد سمح بأعمال البشارة الحسنة أن تحدث في كل مكان يذهبون إليه وأسس الله كنائسه من خلالهم لا يزال الروح القدس يكود خدامه ليكرزوا بالبشارة الحسنة للماء والروح قاد الروح القدس الأبرار الذين نالوا مخفرة الخطايا ليلتسقوا بالكنيسة وأن ينالوا البركة ليحيوا حياة البر في هذا العالم كان الشيطان يدل الناس منذ قدم وسوف يزل يفعل ذلك الشيطان يغبر الناس بأنه يمكنهم الحصول على الروح القدس من خلال صلاة التوبة أو الصوم أو بوضع اليدين هذا غير صحيح على الإطلاق فالناس لا يستطيعون الحصول على الروح القدس من خلال صلاة التوبة أو وضع الأيدي يستطيعون فقط الحصول على الروح القدس عندما يغفر لهم جميع خطاياهم من خلال الإيمان ببشارة الماء والروح التي أعطاها الله لنا هذا هو المعنى الحقيقي لسكن الروح القدس لا يزال الروح القدس يقود تلاميذ يسوع المسيح ليبشره بالبشارة الحسنة للماء والروح لكي يساعد الناس أن ينالوا سكن الروح القدس الروح القدس قادنا لتأليف كتب عن خدماتنا توزع على مستوى العالم كما كتب بوليس البشارة الحسنة في رسائله فإن الروح القدس الساكن في قلب حفزني أن أبشر بالبشارة الحسنة للماء والروح وأنشرها مكتوبة هذا هو السبب الذي من أجله ننشر كتبا مسيحية تحتوي على البشارة الحسنة التي تقود المؤمنين إلى أن ينالوا الروح القدس في البداية بدأنا بملازم صغيرة عدد أوراقها قليل لكن سرعان ما أصبحت كتبا تحوي البشارة الحسنة وتنتشر في كل ما كان في العالم الروح القدس الساكن في قادة المزيد والمزيد من الناس ليدخلوا الكنيسة بعد نوال مغفرة خطيهم عن طريق جراءة الكتب والإيمان بالبشارة الحسنة علاوة على ذلك قادنا أن نكرس بالبشارة الحسنة بلغات أجنبية مختلفة قادنا أن نبشر بالبشارة الحسنة في حوالي 150 دولة في مختلف أنحاء العالم بما فيها الولايات المتحدة الروح القدس حصل الكنيسة على الصلاة من أجل إرسالية العالم وقادنا أن نترجم البشارة الحسنة إلى لغات متنوعة وأن نبشر بها من خلال إنتاج مؤلفات عن هذه الخدمة حتى تتمكن الكثير من الجنسيات المختلفة أن تسمعها وتؤمن بها الروح القدس قادني أن أعمل مع تلميذي جدد في دول أخرى وأكرس معهم هناك بالبشارة الحسنة شكرا للروح القدس ملقاني الروح القدس بالحماس كي أبشر بالإنجيل في روسيا قادنا الروح القدس أن نصلي وأعطانا الفرصة لكي نقابل الباحثين عن الحق بين المبشرين الروس ونبشرهم بالبشارة الحسنة كانت تلك أول مرة يسمعون فيها البشارة الحسنة عند إذن نالوا الروح القدس تماما مثلنا بعد أن سمعوا البشارة الحسنة للماء والروح آمنوا بهم أحدهم هو الأستاذ أستاذه في جماعة قومية بموسكو قدم لي هذا الاعتراف بعد سمعه للبشارة الحسنة للماء والروح لقد آمنت بالله لمدة ستة سنوات لكني آمنت دون أن أفهمه حقا بعد أن سمعت عن البشارة الحسنة للماء والروح تقوى إيماني واستقرت الطمأنينة في قلبي أشكر الرب فعلا كان تفكيري حتى ذلك الوقت أنني أعيش حياة روحية من خلال الإيمان الصحيح كانت حياتي روحية تتكون فقط من الإيمان بدم يسوع الذي مات من أجل خطيانا لكن لم يكن عندي فكرة أن الله قد طهر كل خطياني بعد ذلك قبلت الكصوص المولودين ثانيا وسمعت عن البشارة الحسنة التي أعطاها لنا الله وعلمت أنني ما زلت خاطئا وحاولت أن أكتشف المزيد عن البشارة الحسنة وأيضا عن معنى أن يكون الإنسان برا أدركت أن جميع خطياني قد انتقلت إلى يسوع عند معموديتي كانت هذه هي البشارة الحسنة أدركت أنه ليس فقط الخطياني الأصلية التي قد انتقلت إليه من خلال معموديتي لكن أيضا خطياني اليومية وكل خطياني في المستقبل ربحت سعادة عظيمة بالميلاد الثاني من خلال سماع بشارة الحق هذه والإيمان بهم روس كثيرون ومن بينهم هذا الأستاذ الجامعي نالوا الروح الكدس بواسطة الاستماع للبشارة الحسنة للماء والروح والإيمان بهم حاليا تأسست كنيسة الروح الكدس بهناك والكثير والكثير آمنوا بالبشارة الحسنة من خلال عمل الروح الكدس فعل الله كل هذه الأشياء ولذلك أقدم شكرا خاصا إلى الروح الكدس الروح الكدس الساكن بداخل جعلني مسيحيا مولودا ثانيا تماما مثل كل الذين يؤمنون بالبشارة الحسنة للماء والروح والآن أكرس بالبشارة الحسنة للعالم لقد سمح لكتبنا عن البشارة الحسنة أن تترجم باستمرار ليس فقط إلى اللغة الإنجليزية لكن إلى لغات أخرى كثيرة في مختلف أنحاء العالم جعلنا نكرس بهذه البشارة الحسنة في كل مكان في العالم أشكر الروح الكدس وأنت أيضا يمكنك أن تنال سكن الروح الكدس فالله يريدك أن تنال سكن الروح الكدس يحاول الكثيرون أن ينالوا الروح الكدس بمناداء اسمه وتقديم صلوات بلجاجة إلى الله ولكن محاولة نوال الروح الكدس بدون البشارة الحسنة للماء والروح التي أعطاها لنا يسوع أمر خاطئ إن القول بأنه يمكن للمرء أن ينال الروح الكدس بدون بشارة يسوع الحسنة للماء والروح له تعليم كاذب هل نال تلاميذ يسوع الروح الكدس بدون الإيمان بالبشارة الحسنة التي أعطاها لهم يسوع؟ لا على الإطلاق ينبغي أن تعرف أن في هذه الأيام يسكن الروح الكدس في الذين يؤمنون بالبشارة الحسنة للماء والروح وأن ماء الروح الكدس الحي يفيد من كلبهم حتى في هذه اللحظة عينها يفيد ماء الروح الكدس الحي من قلبي مع البشارة الحسنة هليلوا يا شكرا للرب اشتركوا في القناة